الدعوة الأخيرة التي أطلقها سماحة السيد مقتد الصدر بضرورة إغلاق السفارة الأمريكية سبقه ببيان واضح للسيد رئيس الوزراء بعدم ضرب مقرات الأمريكية والتحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية بين هذين الموقفين هناك فجوة من متفق ومن مختلف الذي يتفق عليها أن يقدم مبرراته مع مراعاة المصلحة الوطنية ومن يختلف أيضا أن يقدم لنا مبرراته وفقا للمصلحة الوطنية سفار التنسيق وفصائل المقاومة هل يتفقون مع الدعوة التي أطلقها السيد مقتد الصدر بضرورة إغلاق السفارة الأمريكية ما هي نقاط الخلاف أو الالتقاء حول هذه الدعوة أبو ميثاق اليوم الحكومة في أي حكومة في بغداد من 2003 إلى اليوم اضطرت إلى أن توازن بين أكلاف وفوائد أستاذ نجم كل مشروع اليوم وقفتنا مع غزة بها أكلاف وبها فوائد لكن أنا أكلافها شنو؟ طبعا أكلاف باهضة يعني خسارة الدعم العالمي والدعم الأمريكي خاصة والمعسكر الأوروبي لحكومة فتية ناشئة مثل حكومة الإطار التنسيقي ولطموحات عريضة بتوعمتها وإنتاج حكومة ثانية وثالثة ورابعة هذا يحتاج إلى تجسير علاقة مع العالم الغربي ومع دول القرار لكن اليوم الموقف موقف محمد الشاعر السوداني من غزة هذا يعتبر كلفة باهضة لكن بالمقابل ذلك أكو فوائد ما بها هي أكو ترضية لأكبر جناح شيعي غير راضي عن أداء الحكومة يعني أبو ميثا ترك العملية السياسية وبقى يراقب الحكومة هذه بها رسائل ترضية للداخل وبها كلفة باهضة مع الخارج بمصطلح الأكلاف والفوائد بالتعامل مع قضية فلسطين بمعنى أنت من الذين يدعون أن الحكومة العراقية تتعامل إبراقماتيا في هذه القصة أم لديها ثوابت لا لا الإبراقماتية مطلوبة في كل لحظة ما دام بشرط ما دام أنه أكواق جماهيري يغطي على الجانب الآخر أنت كاليوم موظف حكومي دولة رئيس الوزراء أو كل الكابيرة وزارية مالتها وحتى القيادات السياسية ما دام أنه أكواق نشاط جماهيري شعبي معارض يسكن الشوارع ويسكن الحدود الأردنية منذ فترة وما دام أعمد في الجرائد وفي المجلات وفي السوشل ميديا وفيسبوك وغيره وغيره تشير إلى أنه ثورة غضب عارمة لدى العراقيين تؤكد أصل منهجهم وعقيدتهم ومبدأهم خلص أنت خلي سياسي خلي الموظف يذهب إلى الإبراقماتية لا بس ما دام أكوا في نفس الوقت أكوا من يسانده ومن يعضده أكوا جماهير ساكن الشوارع من اندلاع أحداث غزة إلى اليوم يا أستاذ نجم قد يكون إعلامنا قصر كثيرا في تسليط الضوء على الناس اللي قاعدين على الحدود الأردنية أو اللي ساكنين ساحة التحرير أو اللي طلعوا في كل محافظات العراق لكن أكوا ثورة غضب جماهيرية شعبية وهي ضرورية وليانك وأنا سؤالي لمساندة جهد الحكومة سؤالي الآن الدعوة التي وجهها السيد مقدد الصدر الآن الإطار التنسيق ككتلة مشكلة إلى الحكومة والحكومة كيف تقيمها هل هي جاءت مساندة لهذا الزخم الشاب الكبير الذي تقول عنه أم هي جاءت حتى تحرج الحكومة والإطار بالتالي المخرج أنتم كيف تتعاملون معها كإطار أنا أعتقد الإطار ينظر بعين وأخرى يعني ينظر بعدة زوايا أول شيء يأمل أنه لا تصل الأمور إلى كسر العظم مع حكومة محمد الشاعر السوداني وإحراجها وإيصالها إلى حافة الهاوية حافة المنحدر قد تهوي بالجميع لكن الباب الآخر اليوم لمست أنا قبل دخول للستوديو بساعة أو أكثر كان هناك أكو تغريدة مزورة للحاج صالح محمد العراقي تم نفيها تماما لكن أنا استقيت من بعض السياسيين أجريت اتصالاتي مع قيادات وتأكدت تماما أنهم استبشروا لأن ممكن أن يكون صالح محمد العراقي ينقل عن سماعة السيد القاهد مقتد الصدر أنه يا جماعة الخير نسعى إلى التصعيد وغلق السفارة والاحتجاجات والإغلاق المؤسسات الحكومية وكذا أنا اليوم ألمس من بعض السياسيين أنه نعم صعد من يمك سماعت السيد سيدنا أن ترجعك لطفك أنه استمر بهذا التصعيد أنا ألمس وجدانا وضميرا وأستقيتها من خلال تليفونات واتصالات بأشخاص معين معلومين وهم ثقات وهم علامات حقيقية في العملية السياسية بالعراق اشتركوا في القناة